السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين وسلَّم تسليما مزيدا أما بعد فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علَّمنا وأن يزيدنا علما وعملا إنه جواد كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علَّمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم أيها الإخوة هذا هو الدرس التاسع من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وانتهى بنا المقام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى باب ذكر إرادة العلو والفساد قال رحمه الله باب ذكر إرادة العلو والفساد وقول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أخرجاه أي البخاري ومسلم وعن أبي محمد عبدالله بن عمر بن عاصي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به إن كنتم تذكرون أيها الإخوة فقد سبق أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بداية أبواب كبائر القلب ذكر الكبر وذكر العجب كذلك وبينا آنذاك الفرق بين الكبر والعجب العلو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذا الباب هو الكبر إلا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكره هنا رغم إفراده سلفا لكون الكبر أي العلو هو السبب الأعظم للإفساد فقرنهما المصنف رحمه الله تعالى جميعا فقال باب ذكر إرادة العلو والفساد لبيان أن الكبر هو السبب الأعظم المؤدي إلى الفساد في الأرض ولذلك قال الله جل وعلا في الكتاب العزيز إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين فأفسد لأنه أراد العلو في الأرض والآية الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى جاءت في سياق قصة قارون حينما قال الله تبارك وتعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفريحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي علو وكبر ولذلك أدى ذلك إلى أن يكون قارون مفسدا في الأرض كفرعون ثم أعقب الله تبارك وتعالى ذكرى قصة قارون بقوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا الفساد الذي كان سببه العلو تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين والمتقين دائما لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا فالفساد أيها الإخوة عكس الصلاح والله تعالى يقول الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون داما لهم والفساد هو الاعتداء على حق الخالق أو المخلوق الفساد هو الاعتداء على حق الخالق أو المخلوق ففرعون مثلا اعتدى على حق الخالق والمخلوق معا وغيره قد يعتدي على حق الخالق وغيره قد يعتدي على حق المخلوق المخلوق المهم أن الفساد هو الاعتداء في حق الخالق أو المخلوق والناس أيها الإخوة في ذلك على أربعة أقسام القسم الأول الذين يريدون العلوة والفساد كفرعون أليس كذلك القسم الثاني الذين يريدون العلوة بلا فساد كأصحاب الديانات الأخرى الذين يريدون أن يرتفع دينهم على دين غيرهم فقد لا يكون بالضرورة أنهم يريدون فسادا في الأرض وإنما هم يريدون علوا القسم الثالث الذين يريدون الفساد بلا علو مثل من؟ مثل السراق الذين يريدون السرقة لأجل مصلحة أنفسهم لا يريدون علوا في الأرض وإنما يريدون فسادا وهؤلاء كلهم ظالمون أما القسم الرابع الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد وهم الصالحون المصلحون وهؤلاء هم الذين يريثون الفردوسة هم فيها خالدون ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأعقبه بذكر حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ما علاقة هذين الحديثين بباب ذكر إرادة العلو والفساد علاقة هذين الحديثين أن الإنسان إما أن يكون فاسدا مفسدا وإما أن يكون صالحا مصلحا ومن أحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير والصلاح كان صالحا مصلحا ولم يكن فاسدا مفسدا ومن لم يحب الخير لإخوانه فإنه سيكون فاسدا وقد يكون مفسدا فعلامة الصلاح والإصلاح أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك سواء كان ذلك في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية ومن أراد ذلك في الأمور الدينية كان بعيدا كل البعد عن الفساد والإفساد ثم أعلموا أيها الإخوة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي الحديث النفي هنا نفي كمال الإيمان لا نفي أصل الإيمان النفي هنا نفي كمال الإيمان لا نفي أصل الإيمان ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا الباب باب العداوة والبغضاء وهو يريد أن يبين أن هناك من العداوة والبغضاء ما يكون كبيرة من كبائر الذنوب أورد تحت هذا الباب آيتين عظيمتين أولها قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والآية الثانية قول الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم المقصود في هذا الباب معرفة أن العداوة والبغضاء من كبائر الذنوب لكن أي عداوة وبغضاء العداوة والبغضاء لعموم المؤمنين لا لأفرادهم فقد يبغض المؤمن المؤمنة لبعض الصفات التي لديه أليس كذلك لكن لا يكون ذلك قادحا في إيمان المبغض برض النظر عما بينهما لكن لا يكون ذلك قادحا في إيمان المبغض أما أن يبغض المؤمن عموم المؤمنين خاصة إذا كان هذا البغض لأجل إيمانهم فإن ذلك من كبائر الذنوب فإن ذلك من كبائر الذنوب ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية الثانية التي فيها قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده طيب قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إذا آمنوا انتفت إيش؟ انتفت العداوة والبغضاء فلا يجوز أن يعاد المؤمن ولا يبغض المؤمنين لا يجوز له ذلك وإن فعل ذلك فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله الحديث أخرجه الطيالسي في مسنده الحديث البراء بن عازب رضي الله عنه وذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية الأولى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لماذا؟ لبياني أن العداوة والبغضاء إنما تنجلي بين المؤمنين إذا ردوا جميع ما اختلفوا فيه إلى الله والرسول إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان بيني وبينك أنا عمل لو كان بيني وبينك أنا عمل تجاري جميل أليس من دواعي حسم الخلاف أن يكون بيني وبينك اتفاق واضح أو عقد مكتوب أو شروط معينة أليس كذلك؟ إذا اختلفت أنا وإياك نقول نرجع للعقد نرجع للشروط نرجع للاتفاق أليس كذلك؟ فإذا رجعنا للاتفاق حسمنا هذه المشاكل وبقيت بيننا المودة أليس كذلك؟ كذلك شأن المؤمنين لكن الفرق بيني وبينك أن هذا من صنع البشر وذلك من وضع الإله الحكيم جل جلاله وعظم سلطانه فإذا ما تنازع المسلمون في شيء ثم ردوه مباشرة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم انتفى الخلاف بينهم وذهبت المشاحنة والعداوة والبغضاء وأخذ كل مسلم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهو منشرح بذلك صدره أليس كذلك؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والمؤمن دائما ينشرح صدره لأحكام ربه وأنت تتعجب أيها الأخ المسلم ونحن في بلاد ولله الحمد يحكم قضاتها بالشريعة الإسلامية تتعجب كيف أن القاتل الذي يحكم عليه بالقتل الذي يحكم عليه بالقتل يخرج ذوي القاتل وهم مسلمين لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن هذا الحكم وضع إلهي هذا الحكم وضع إلهي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب هذا الحكم وضع إلهي فاطمأن المسلمون لذلك وهكذا إذا تنازع المسلمون في شيء فردوه إلى الله والرسول انتفت بينهم العداوة والبغضاء ومن فقه الإمام محمد العدوهاب رحمه الله تعالى أن يضع هذه الآية في هذا الباب وإنما العداوة والبغضاء تكون أيها الإخوة لمن؟ للكافرين تكون للكافرين واعلم أن عداوتك للكافرين ليست بأقل من عداوتهم لنا الله تبارك وتعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم وسيأتي وجدت وجدت مسلما زانيا وجدت مسلما يشرب الخمر وجدت مسلما سارقا هذا يحب ولا يبغض ما في أحد يحب عسى الله يهدي يحب عسى الله يهدي جميل يبغض الفعل والفعال الأخرى من الصلاح التي فيه جميل عنده جواب آخر إذن هذه مسألة مهمة يجب أن نعرفها أيها الإخوة ونحن على كثرتنا في هذا المسجد قد لا يكون جواب إلا شخصين أو ثلاثة يحب المسلم على قدر ما فيه من الصلاح والإسلام والإيمان ويبغض على قدر ما فيه على قدر ما فيه من العصيان ذكر ذلك شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله تعالى البغضاء للكافرين تكون عامة وأما مودة المسلمين تكون على قدر ما في ذلك المسلم من الصلاح والبغض له يكون على قدر ما فيه من الفساد والعصيان وهذا أمر ذكره شيخ الإسلام بتمية رحمه الله تعالى وللأسف الشديد أن كثيرا من الناس في هذه الأيام في هذا الباب باب محبة المسلمين وموالاتهم ومودتهم وفي باب بغض الكافرين على طرفه نقيض إما أن يغلو وإما أن يجفو فمحبة عموم المؤمنين واجبة وبغض عموم المؤمنين من كبائر الذنوب ومحبة أفراد المؤمنين يكون على قدر ما فيهم من الصلاح وبغضهم يكون على قدر ما فيهم من العصيان أو الفساد وبغض فرد من أفراد المؤمنين لا يعني ذلك وقوع ذلك المبغض في كبائر الذنوب ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا الباب باب الفحش قال باب الفحش وقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل الفواحش أيها الإخوة هي المعاصي المتناهية في القبح وإشاعتها وهو الذي يريد أن يحذر منه المصنف رحمه الله تعالى إشاعتها من كبائر الذنوب وإما أن يكون إشاعة الفواحش بفعلها علنا وذلك المجاهرة الذي جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين من حديث أبي ميراه قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرون وإن من المجاهرة أن يعمل رجل بليلي عملا فيصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عنه هذه هي المجاهرة هذا من إشاعة الفواحش وإما أن تكون الإشاعة بالإعانة عليها إما بالدعم المادي أو بالدعم المعنوي أو بتهيئة تلك الأمور وهذا أعظم فإنه من إشاعة الذنوب وإما أن يكون بإذاعة الخبر عنها واليوم إذاعة الخبر يكون باللسان ويكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتصوير إما الصور وإما الفيديو ونحو ذلك مما ينتشر في وسائل التواصل هذا كله من الإشاعة والإذاعة وهذه الأخبار إما أن تكون صحيحة فسترها أفضل لما سيكون فيها من إعانة المذنبين على التوبة ولما في نشر تلك الأخبار من إن عانت المنافقين على مرادهم كما في حادثة الإفك التي جاءت في سياقها هذه الآية التي ذكرها المصنف إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا جاءت في سياق ذكر حادثة الإفك فنشرها وأشاعها وأذاعها المنافقون ومن عاونهم كذلك من المؤمنين للأسف الشديد فنشرك للأخبار هذه وإن كانت صحيحة سيكون في ذلك إعانة للمنافقين ولما في نشر تلك المعصية من إسقاط هيبتها وشؤمها في نفوس الخلق فالناس أيها الإخوة أتباع كل ناعق وإذا نشرنا نحن المعاصي نشرا كبيرا اتبع الناس هذه المعاصي وكل سيقول كل واحد سيقول فعلها غيري ولم يظيره شيء أليس كذلك والناس ضعفاء إن رأوا ذلك استمرأوا على المعاصي بشكل كبير أما إذا كان الخبر والإذاعة عن هذه المعاصي غير صحيح فإن الإنسان يجمع في ذلك كبيرتين كبيرة إشاعة الفواحش بين المؤمنين والكبيرة الثانية كبيرة الكذب والكذبة التي تبلغ الآفاق كما جاء ذلك في أحاديث أخرى بأنها من كبائر الذنوب ثم اعلموا أيها الإخوة اعلموا أن نشر هذه المعاصي بين المسلمين له أثر سلبي غير مباشر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صيخ مسلم من حديث أبي هويره من قال هلك الناس فهو أهلكهم وفي ضبط فهو أهلكهم إذا قال الإنسان هلك الناس فهو من أول من هلك لماذا؟ لأنه سيقول ذلك احتقارا لهم احتقارا لهم وإرادة منه على العلو وقد اتفق آهل العلم رحمه الله تعالى على هذا المعنى في هذا الحديث هو يقول هلك الناس لأنه يرى نفسه أنه أفضل منهم يرى نفسه أنه أفضل منهم فيزعم أن الناس هلكوا احتقارا لهم بأنهم مذنبون وهو على خلاف ذلك وإما أن يقول هلك الناس إما أن يقول هلك الناس لأنه يظن أنهم استحقوا العقاب وأن الله تبارك وتعالى لا يغفر لهم وهذا سوء ظن بالله كما سبق معنا أن تكلمنا في باب سوء ظن بالله عز وجل والله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وفي الضبط الآخر من قال هلك الناس فهو أهلكهم ينطبق على هذا المعنى الذي هو إرادة تقنيط الناس من مغفرة مولاهم لهم وأنت لو تأملت الناس لو اجتمعوا هذا قال هلك الناس وهذا قال هلك الناس والآخر قال هلك الناس وانتشر ذلك في مجالسنا لقنط الناس من رحمة الله أليس كذلك لقنط الناس من رحمة الله ولتعالى أناس على أناس رملا منهم أنهم أفضل من غيرهم فانتبه من ذلك وإياك أن ترى نفسك أحسن من غيرك ولا تزعم هلاك الناس أنت اليوم يا أخي انظر إلى الناس كيف يتكلمون عن كثرة الطلاق مثلا أليس كذلك وكثرة شتات الأسر وكثرة ضياع الأبناء وكثرة انتشار المعاصي أليس كذلك لكن الناس سبحان الله لا ينظرون إلى الجانب الآخر كثرة الصالحين كثرة المصرحين كثرة الأسر التي تعيش حياة سعيدة بعشرة بمعروف أنت اليوم أليس لديك خوات أليس لديك إخوان أليس لديك أعمام أليس لديك خالات كلهم تشتتت أسرهم كل أخوالك طلقوا نساءهم كل خالاتك تطلقا كل خواتك تطلقا لا ليس بصحيح لا زال في المجتمع خير أليس كذلك ننظر إلى انتشار الفسق والمعاصي والمنكرات اجتمع الناس لهؤلاء لهذه المنكرات وهذه المفسدات طيب انظر أنت إلى الناس اليوم في هذا المسجد كم عدد الحاضرين أليس هذا من مظاهر الصلاح انظر إلى صلاة الجمعة كيف أن الشوارع تكتب وليس المساجد فقط فقط انظر إلى الحرمين وزحمة الناس عليها انظر إلى إقبال الناس على الخير انظر إلى الناس إذا كنت في مجلس ونصحتهم نصيحة كيف كيف يسمعون لك أليس كذلك إذن مظاهر الصلاح كثيرة إياك أن تكون ممن يريد إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا وإياك أن تكون ممن يقول هلك الناس فتكون أهلكهم أو أهلكهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله جل وعلا نسح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم إنه لي ذلك القادر وعليه والله أعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين شكرا الله خير ينسو